بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعنا وبعد عدنا عليكم بشوق في درس اليوم سأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد نبدأ وإياكم أبناء الطلاب وابناء الطالبات في موضوع درس اليوم ألا هو جمع القرآن وموضوعنا هو الحفظ في الصطور ودرسنا اليوم هو الدرس الأول من موضوع الحفظ في الصطور بسم الله الرحمن الرحيم تناولنا في الدرس السابق الحفظ في الصدور عندما ذكرنا أنواع الجمع ذكرنا أول تلكم الأنواع هو الحفظ في الصدور وذكرناها في درسين تناولنا في الدرس السابق الحفظ في الصدور وكان درسنا هو الدرس الثاني عن ذلك الموضوع نستذكر ما أخذناه سؤال عدد من عرفوا من الصحابة بجمع القرآن عدد من عرفوا من الصحابة بجمع القرآن في صدورهم رضي الله عنهم أولهم أبو موسى الأشعري من عرف من الصحابة تميز أناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن في صدورهم كان منهم أبو موسى وأيضا من من أولئك الصحابة الذين تميزوا بحفظ القرآن في صدورهم أيضا أحسنتم ووفقتم كذلك أبو زيد الأنصاري كذلك من أيضا بوركتم زيد بن ثابت وأيضا أحسنتم عبد الله بن عمر بن العاص وختاما أبي بن كعب أولئك من عرف من الصحابة وكذلك يوجد غيرهم اذكر خصائص حفظ القرآن في الصدور لحفظ القرآن الكريم في الصدور ذكرنا أربع خصائص لحفظ كتاب الله تعالى في الصدور قلنا منذ ماذا امتدأ وسيكون الهمة باق ذكرنا ذلك فماذا نقول في الخاصية الأولى أحسنتم قلنا ابتدأ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك منذ عهد النبي إلى ماذا الخاصية الثانية وفقتم يستمر منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرفع الله القرآن ثالثا ما رأيكم أحسنتم وبركتم القرآن الكتاب الوحيد الذي يحفظ أهله في صدورهم رابعا ذكرنا ما هو واجب من هفظ كتاب الله ما هو أحسنتم قراءة سورة الفاتحة أقل ذلك ما يحفظه الإنسان وما يقوم به في صلاته نبدأ في درس اليوم القسم الثاني من جمع القرآن ألا وهو الحفظ في الصطور ودرسنا اليوم هو الدرس الأول أهداف الدرس أن يرتب الطالب مراحل جمع القرآن في الصطور أن يبين سبب جمع القرآن الكريم أن يعدد ملامح الجمع أن يذكر قصة الجمع هذه أهداف درس الجمع للقرآن في الصطور أنواع جمع القرآن تناولنا في الدرس السابقة أنواع جمع القرآن الكريم قلنا أولا حفظ القرآن واستظهار عن ظهر قلب وهو الحفظ في الصدور الثاني تدوين القرآن وكتابته وهو الحفظ في الصطور الثالث الذي هو الجمع الصوتي وهو من معاني الجمع الحديث تمهيد تعلمنا فيما سبق معنى جمع القرآن لغة واصطلاحا وعرفنا أنه إذا أطلق اصطلاحا فيراد به أحد ثلاثة معان وأخذنا الإطلاق الأول لمعنى الجمع وهو الحفظ في الصدور واليوم نأخذ الإطلاق الثاني لمعنى جمع القرآن وهو ماذا الحفظ في الصطور النوع الثاني جمع القرآن بمعنى كتابته وتدوينه إذن بإذن الله تعالى ما سنأخذه في درس اليوم هو جمع القرآن في الصطور ما هذا يراد بجمع القرآن في الصطور نقول يراد بذلك هو كتابته هو تدوينه كتابة القرآن الكريم تدوين القرآن الكريم لكن ذلك كله يكون مدونا في الصطور وذلك من الجمع الذي هو بمعنى الكتابة والتدوين مرة بثلاث مراحل فحفظه في الصطور مرة بالكتابة والتدوين بثلاث مرحل الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثانية في عهد أبي بكر الثالثة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذن هذه الثلاثة أمور الأمر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني في عهد أبي بكر رضي الله عنه الأمر الثالث الكتابة والتدوين في عهد عثمان رضي الله عنه الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسولنا عليه الصلاة والسلام كيف كانت الكتابة والتدوين في عهد النبي وكيف كانت الكتابة والتدوين في عهد أبي بكر وكذلك كيف كانت الكتابة والتدوين في عهد عثمان أول المرحلة الأولى جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الكتابة والتدوين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر أمامكم سعف النخل وكذلك حجارة وآية القرآنية اقرأ باسم ربك الذي خلق ما معنى ذلك؟ ماذا يراد بتلك الحجارة؟ وماذا يراد بسعف النخل؟ كيف كانت الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان التدوين في عهد رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ هل هناك ورق يكتب؟ أو كيف كان يدون القرآن الكريم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التدوين والكتابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي منهم الخلفاء الأربعة من هم الخلفاء الأربعة؟ ما رأيكم؟ الخلفاء الأربعة الذين هم كتاب الوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من هم؟ حسنتم أبو بكر عمر عثمان علي هؤلاء هم الخلفاء الأربعة ومع ذلك هم كتاب للوحي فضل لهم ورفعه مكانه زيد بن ثابت كذلك وبي بن كعب معاوي بن نبي سفيان الزبير بن العوام رضي الله عنهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء كتاب الوحي المذكورون وإذا قلنا كتاب الوحي معنى ذلك أنهم يعلمون القراءة والكتابة فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أخبر عثمان بن عفار رضي الله عنه إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول ضعوا هذه الصورة ضعوا هذه في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكان مما يكتب عليه العسب واللخاف والرقاع والأكتاف الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه شيء من القرآن ينادي من يكتب من الصحابة فيقول ضع هذه الآية التي نزلت في صورة كذا يسمي له الصورة بعد آية كذا فيأتي ذلكم الصحابي ويضعوا كما يخبر له عليه الصلاة والسلام تلكم الآية التي نزلت وكان الكتاب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على اللحاف وعلى العسوب وعلى الأحجار وعلى الرقاع لم يكن هناك أوراق فإذا نزلت الآية أخذ ذلكم الصحابي ربما حجرا ويكتب عليه تلكم الآية ربما عصب من النخل ويكتب عليه الآية ربما جلد ويكتب عليه الآية سبب الجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حفظ الصدور لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتري ما كتب الله على بني آدم من النسيان والوهم لذلك كان التدوين والكتاب ضرورة لا بد منها لحفظ ويبقى قدسيته والقرآن بيّن ضرورة الكتاب في موضع كثيرة فإن الله تعالى سماه الكتاب وهذا يقتضي أن يكون مكتوبا إذن لما يعتري بني آدم من النسيان والوهم كان هناك أهمية للكتابة ومن همية ذلك أن القرآن سمي كتابا أنه يكتب وذلك دلال على همية كتابة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم وما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام فإذا أنزل عليه عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم أمر الصحابة رضي الله عنه بكتابة ذلك لذلك سمي القرآن كتابا قصة الجمع اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة ذكرنا لكم قبل قليل من هم كتاب الوحي فكان عليه الصلاة والسلام يضع جماعة من الصحابة لكتابة ما ينزل عليه من القرآن الكريم وهم كتاب الوحي وكانوا من خيرة الصحابة أبو بكر عمر عثمان علي زيد أبي بن كعب معاوية وكان الإذن فيه عاما لكل من شاء أن يكتب فأنا أبي سعيد خدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو إذن عام إذن عام بماذا؟ بالكتابة بكتابة ماذا؟ القرآن الذي يعرف أن يكتب يكتب إذا أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الصلاة والسلام الآية فمن كان يعرف الكتابة فليكتب لذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ على الكتابة عنه أمر آخر ما هو؟ السنة لكن القرآن لا ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تكتبوا عني أي السنة ومن كتب عني غير القرآن فليمحو وذلك في أول الأمر وكان صلى الله عليه وسلم يخبرهم بموضع الآية من السورة فيكتبونها عنه على ما تيسر لهم من العسب جمع أسيب ووسعف النخل والرقاع جمع رقعة وهي حجارة بيض الرقاق وقطع الأديم قطع الجلد وغير ذلك إذن هذه وسائل كتابة المتوفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه هي إما عسب النخل أو اللحاب أو الجلد أو الحجارة هذه وسائل المتوفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فما كان متيسرا من ذلكم الصحابي الذي يكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من كتاب الوحي ويريد أن يكتب القرآن إذا نزلت الآية على الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذوا ما تيسر ويكتبوا عليه ما هي أسباب عدم جمع القرآن في مصحف واحد على عهد الرسول قد يسأل سائل وربما سؤال يطرح عليك أخي الطالب واختي الطالبة لماذا لم يكتب القرآن كله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا لماذا؟ لماذا كان الجمع الأول للقرآن كامل في عهد أبي بكر ثم جاء الجمع الآخر في عهد عثمان لماذا لم يجمع القرآن كله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أسباب عدم الجمع نقول في بيان ذلك أولا أن القرآن لم يكتمل فلم يكتمل نزول القرآن إلى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي إذا جمعنا القرآن كامل كيف نجمع القرآن وهو لم يكتمل القرآن الكريم فهذا النبي عليه الصلاة والسلام نجمع شيء لم يكتمل ربما نجمع القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام ويجمع في عهد عليه الصلاة والسلام القرآن ثم تنزل آية عليه أي على نبي عليه الصلاة والسلام هل نعيد الجمع من جديد ونغير ونبدل وغير الصحابة ويبدلون لا لذلك كان فيه مشقة واكتمال الوحي لم يكتمل على الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك لم يكتب القرآن في عهد عليه الصلاة والسلام ثانيا احتمال النسخ للأحكام والتلاوة لو كتبنا القرآن وكتب في عهد عليه الصلاة والسلام القرآن ربما تنزل آية بعد ذلك متأخرة تنسخ أحد الآيات فيرجع ويرجع إلى القرآن الكريم وأتلكم الآية المنسوخة مثلا تبعد من كتاب الله تعالى أنها قد نسخت وتحل الآية الأخرى مكانها فلذلك احتمال النسخ لم يجمع في عهد عليه الصلاة والسلام كذلك ثالثا أن الحاجة لم تدعي إلى ذلك لماذا؟ لأن الصحابة كثير من ممكن يحفظ القرآن الكريم بخلاف عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنه فقد وجدت دواء الجمع للجمع في كتاب فعهد النبي عليه الصلاة والسلام لا داعي للجمع النبي عليه الصلاة والسلام موجود بين ظهرانيهم حافظوا القرآن الكريم والصحابة كذلك يحفظون الكتاب والقرآن الكريم لكن في عهد أبي بكر حدثت أمور جعلتهم يحرصون على جمع القرآن الكريم قتل بعض الصحابة في غزوات مرتدين كما يأتي بإذن الله تعالى معنا وكذلك في عهد عثمان حصل خلاف فلذلك جمع في عهد أبي بكر وجمع في عهد عثمان رابعا الأبن من خلافن يقع بين الصحابة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم فلا خلاف لذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل حصل خلافن بين الصحابة في القرآن الكريم إذا حصل خلاف مباشرة يذهبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيخبرونه أن هذا قرأ بكذا وهذا قرأ بكذا فيخبرهم عليه الصلاة والسلام بالصواب وبين لهم أما بعد عهد عليه الصلاة والسلام يحصل ربما خلاف هذا يقرأ بكذا هذا يقرأ بكذا ونزاء وشقاق كما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه كان ذلك من أسباب الجمع ملامح الجمع أن القرآن الكريم كان مفرقا في عدد من أدوات الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم في اللحاف وفي عسب الناخل وغير ذلك ثانيا أن القرآن كله كان مكتوبا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن منه شيء غير مكتوب هذه مسألة ذكرنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالجمع وذكرنا أسباب عدم الجمع لكن هل كان القرآن مكتوب؟ نقول نعم مكتوب كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه آية القرآن يأمر الصحابة بكتابته فمنهم من يكتبوا على حجار ومنهم من يكتبوا على جلد وغير ذلك إذن هو مكتوب نعم مكتوب لكنه غير مجموع إنما جمع في عهد أبي بكر ثم بعد ذلك في عهد عثمان لكنه كان مكتوبا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا أن القرآن المجموعة في حياته صلى الله عليه وسلم كان خاليا من النقط والشكل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام القرآن المجموعة في عهد عليه الصلاة والسلام لم يمكن منقطا ولا مشكولا فلم يكن على الحروف نقاط حرف الثاء الباء النون الجيم الخاء لم يكن هناك نقاط قاف فلا بلا نقط وكذلك لم يكن مشكل لا بالضم ولا بالكسر ولا بالفتح فهو بلا نقاط ولا تشكيل مميزات جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نذكر مميزات أولا كتابة القرآن على سبعة أحرف نزل عليها القرآن وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه هذا مميزات جمع القرآن في عهد الرسول أو هذه النقطة الأولى أنه كان على سبعة أحرف في عاج عليه الصلاة والسلام فمن يقرب بهذه القراءة أو من يقرب هذه القراءة بهذا الحرف بهذا الحرف على سبع لغات من لغات العرب ثانياً إن ترتيب الآيات والسور كان يتم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا كان يتم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع القراء والسور ماذا نقول؟ هل هو باجتهاد أم لا بتوقيف؟ سنتم بتوقيف بأمر الرسول فهو أمر توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام فلا مجال للرأي فيه كذلكم ميزات الجمع إن القرآن لم يجمع في مكان واحد بل كان مفرقا فعيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمعا في شيء وبختم هذه نكون قد أتينا على ختم درس اليوم ناتي وإياكم أخي الطالب أخي الطالب إلى قيم نفسك ما هي أسباب عدم جمع القرآن في مصحف واحد على أهد الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا أربع أسباب ما السبب الأول؟ ماذا ذكرنا من تلكم الأسباب؟ السبب الأول ما هو؟ أحسنتم ذكرنا السبب الأول أن القرآن لم يكتمل إلا بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وانقطاعي الوحي ما هو السبب الثاني كذلك؟ أحسنتم وبركتم قلنا كذلكم احتمال النسخ للأحكام والتلاوة لذلك لم يجمع في مصحف واحد لكن ذكرنا أن القرآن مكتوب كلامنا الآن عن الجمع لكن ذكرنا القرآن مكتوب في عد الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يجمع في مصحف واحد كذلكم مما ذكرنا ما رأيكم؟ أحسنتم أن الحاجة لم تدعو إلى ذلك بخلاف عادة ببكر وعثمان فقد وجدت الدواء إلى ذلك ختاما ما رأيكم؟ أحسنتم كذلكم الأمن من خلاف نهقى بين الصحابة لأن النبي عليه الصلاة والسلام موجود بين أظهرهم أما بعد وفاة عليه الصلاة والسلام فنقول دعت الحاجة إلى جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر وكذلكم في عهد عثمان وبختم ذلك نكون قد أتينا على ختم درس اليوم هل هو جمع القرآن الكريم وكان درسنا هو الحفظ في السطور وهو الدرس الأول وبتمام ذلك نكون قد أتينا على بيان درس اليوم الذي هو الحفظ والجمع في السطور وهو بمعنى التدوين والكتابة وذكرنا أنه كان مكتوبا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لم يجمع القرآن الكريم في حفظه في السطور وبختم ذلك نكون قد أتينا على ختم درس اليوم سأل الله تعالى لي ولكم في ختم درس اليوم التوفيق والسداد والهداية والرشاد ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد